إلى هادي كن رئيساً وهذا عنوان لمقال كتبه الكاتب حبيب العزي ونشره موقع التغيير نت وأضاف فيه لا شك أن الزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس هادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يعد انتصاراً دبلوماسياً هاماً للشرعية في اليمن يضاف للانتصار السياسي الأخير الذي تحقق إثر عودته كما عودة نائبه مع فريق الحكومة قبل ذلك إلى مدينة عدن بعد غياب قسري لهم في السعودية داما ستة أشهر وهي بمجملها تمثل تعزيزاً للانتصارات العسكرية التي حدثت على الأرض أكان في تحرير عدن وباقي مدن الجنوب أو بتقدم المقاومة في باقي المحافظات مثل مأرب وتعزة والبيضاء وغيرها لدينا خشية كبيرة من أن تشكل زيارة هذه الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عودة بالأمور إلى الوراء في ملف الحرب باليمن بدلاً من منحها دفعة إلى الأمام بعد كل تلك الانتصارات السياسية والعسكرية وسبب خشيتنا تلك مرده إلى نقطتين أساسيتين النقطة الأولى وهي أن الإدارة الأمريكية لا تريد بالأساس حسماً عسكرياً في اليمن يصب بمصلحة للسعودية وقد ظلت طوال الأشهر الستة الماضية تدفع باتجاه إيجاد مخارج وحلول سياسياً للملف اليمني بدلاً من خيار الحسم العسكري وقد تجلى ذلك من خلال مباركتها ورعايتها لمباحثات مسقطة الأخيرة وغيرها من المباحثات العبثية أما النقطة الثانية أن الأمريكيين سيحاولون الضغط بقوة على الرئيس هادي من أجل العدول عن فكرة الاجتياح البري للعاصمة الصنعاء من قبل التحالف كما سيحاول الرئيس أوباما إقناعه بما لم يستطع أن يقنع به الملك سلمان أثناء الزيارة لواشنطن قبل أسابيع قليلة خصوصاً إذا معلمنا أن الإدارة الأمريكية كانت قد أبلغت الحكومة اليمنية رسمياً رفضها لفكرة الاجتياح البري للصنعاء معللة ذلك بأنه سيتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنية